أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وربنا يكبر خاطركم متحرمش منكم أبداً أبداً تنسوشوا اللايك كومنت فعلوا الجراز على كلمة الكل عشان يوصلكوا كل جديد إن شاء الله نهار دا عملت فيديو كده أمر 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 معلش يا جماعة بحب أجامل نفسي شوي هيزولكم البرد هيقدر علي أنا عشان أسجلكوا الفيديو ضربة كوبات شاي سخنة عشان أسلك الزور ده طلوش طالعة غني بتعرفوش فعندي دور برد بصوا بخلي زوري وجاني جداً وبكلم يعني بكمل الكلمة كده بالعافية فمعليش باعه الزوري بحاول أحسن من صوتي والله عشان أسجل وأنتو عارفين أن صوتي كروان ولازم أن يطلع كروان كده ومهم انت عاملة النهار دا من وامي باقي قمت كده قلت صور الفطار وصور كوبات القهوة بتاعتي وعمل غدا ونضف معاك وقودة العيال اللي أنا يعني أنا بصدقت إن أنا خلصت منها أول الله العظيم أنا بيالي يا جماعة كم يوم نفسي أمسك الشقة كلها بالتدريد كده وراء بعض أنتو عارفين أن أنا لما مثلاً بمسك قده ممسحة بطلع على بقية الشقة يعني أنا بحب الشقة كلها تكون ممسوحة في معاد واحد حتى لو عاله يومين بس إيه كلها تبقى ممسوحة يعني نضيفة فبقى مينة أنا كنت مهملة فيها أول يومين اللي عده كان شغل الشغل في المطبخ وبس يعني أنا كنت مقضيها أعمل الغدى الفطار المهم الأكل والشرب والغسل عشان العيال لإني طبعاً أنا كنت تعبنة جداً والموضوع اللي أنتو عارفينه ده كانت تعيب أعصابي وكده بس الحمد لله ارتحت نفسي نحمدك وشكرك يا رب وقلت بقى أرجع لكو كده بروتنات الحلوة وصورت معاكو كده النهاردة على قد مقدر قلت في وسط كده إيه الشغل اليوم أنا هاخد القوضة دي يعني هاخده صدقت بقى إيه اللي كان تحت اللي عده بره اللي بيتزق كده قلت يلا بيت قبل ما سيطروا على القوضة خش عليها كده خليها فل شمعة بنورة بيني وبينكو قلت لأ أنا مش هاخدها بالمكنسة أنا همسح يعني همسح برطت شكست لي يعني النهاردة بالمهم بقى قمت كده عملت فطار لنا كده كده كخفيف بس اقتبقى القرقش بتاعتنا شفتوا القرقش لسه موجودة واخدين بالكو ربنا نبارك فيها ازاي بصي كل يوم نجيب فينو نجيب مش هار فيها عشان العيال والمدارس وكده فبتتراكي نعارفين لو في الأجازة دي مكتش خدت يومين معينة يعني فالنهاردة قلت كده إيه قضيها فطار خفيف وكمان أنا طول ما أنا عندي برد معدتي بتبقى تعبيني ما قدرش بقى إيه يعني أقرس على في الأكل قوي بقى عايزة إيه فطار خفيف كده أنا قلت اللي قم على السريع وقلت عشان هقوم على طول أعمل الغداء بس للأسف اليوم ده لما عرفت بيه بقى الحوار اللي حصل وكده فوقفت الفيديو ورجعت سجلت لكم الفيديو اللي هو بتاهم بارح فاخدت وقت بقى فقلت مش مهم مش مهم على مهل أنا ورايا إيه يعني طبعا كنت الشايلة الهم لإني كان الأكل خفيف كده في اليوم ده قلت يلا بيت يا فوفة نشاطي كده وتشجعي وعملي كده فيديو حلو عملت كده شي بلابا لينة اللي موجود معي في الشقة عملتله معي قلت يلا إيه نشوف اللي هو هره أنا عملت كده مجين لكن كندة بتحب تشرف في الكوباية كندة ما بتعرفش تشرف في المجات اللي هي كبيرة دي وبتبقى سخنة قوي عليها فبحب إن أنا أعملها في كوباية كده عادية لكن أنا الأنعارة واخداني لازم أن أشرف في مجة زي ده بصوا أنا غريبتي الشكل كده والله العظيم ساعات حيث أنا عايزة أشرف في مجة ساعات مزاجي لأ ييجي الكوباية مزاج كده مين فيكو زي كده تقولي نفسي أنت أمر الغريب يا بيت إنتي والله مزاجي يا أخويت أنا كنت متقلعارة النهاردة وكده لأ ساعات والله مع نفسي من غير تصولد أو مضرب كوباية شي بلابا في الكوباية العادية كده فاكريني الفناجيل لما كنت ما بعرفشش بالشاي القهوة غير في الفناجيل كنت أقول لكم كده من ساعة ما قضيت عليها والحمد لله أنا بقيت أشربه وات في الكوباية أهم حاجة كوباية القهوة بتاعتي اللي بتزبط إيه يومي كده بقيت أحط كده حوالي ربع معلقة سكر رغم إن أنا بشربه على طول معاك وسيدة بس بقيت أحط ربع معلقة سكر كده إنه تعمل نفسي شوية برضو يعني يومين برد بالليل الجو بيبقى بردي جدا 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 فمناخد لطشة هوا من غير ما نحس كده قمت كوباية قهوة بوش كده أمر تزبط الأداء كده وقلت يا الله يا بيت يا فوفة اديها اديها ما ترحم هوقش مسكي القوضة دي اديها يمين وشمل وشيلي ده وحوتي ده وخلص عليها واما بقى ونبتدي فيها كان ابني يجي بقى فربنا يحفظ عيالكم وعيالنا يا رب فقلت له بص قال لي بص دي أنا عايزك تروقيها من هنا بسرعة وان ما هنزل أجيب حاجة وهطلع طول ما انت لسه طوالي قال لي هجيب بس حاجة واطلع عايز ينام شوية ما بيناموا كده تخطيف ويرجع يقوموا تاني بقى ايه يعودوا بقى ليه زاكر اللي يعود يصهر كده يعني طبعا عايز اقول لكم انا كنت مشغالة على دورة غسيل وبردك خدت الدورة دي كده قلت ايه بعد ما خلص الغسيل اللي في الغستال هحطها ايه بعدها على طول يعني يال يعد عايبت يا فوف هنا ما قلت هشيل الموكتة اللي في الارض ده عايز اقول لكم ان الموكتة ده مدف القوضة هنا جدا او والله العظيم رغم ان هو سبحانك يا ربي خفيف كده بس مدف القوضة وبأمانة يا جماعة مريحني يعني مريحني عن المشيات اللي هي سبون شبوب دي اللي كنت بحطها دي سبون شبوب ده ايه ديم اصلا راحت عليه المشيات اللي هي سبون شبوب دي تقيلة نوحها تورك كده وتقيلة فانتوا عارفين انا كنت بكسر اشيلها اللي فين وفين لاني غسيلها بالنسبة لي هلاك متعب فكنت بشيلها يعني بصعوبة لكن الموكتة خفيف في كده يعني موكتة ممكن اخسله وحط على الحبل كده الشواء اللي انا ايه هنفض وامسح فيه ما هيكون نشيف دي دي الميزة الحلوة فيه لكن ما تشغلش عليه العصر هيبوز منك انا بقى قلت عاكم اصلا الارضية كده وازبط القوضة كده وقلت لأ انا هعملها بزمة اردرت اعمل برا اردرت بقيت اكلم نفسي كده ولا انا شغالة يعني ان شكل الصالة برا مش قادر اقول لك ولا تصري عدوى لا حبيب احنا كده والله العزي احنا نتعب شغية نقوم نلاقي الشاية كلها على بعضها يعني سبحان الله لأ ومشكلتي كمان ان انا اليومين اللي عدو يومي كان ضيع فيه انا كان بيجي لي ناس من ساعة الموضوع اللي قلت لكم على اللي حصل وناس هتفاجئ انها مسلا جاية في الطريق ناس بيجي تتطمن علي فربنا يجبر بخاطر فبقول لكم ربنا يجبر بخاطرهم يا رب ويجبر بخاطر كنتو كمان وتسلموني من كل حاجة وحشة يا رب فيومي بقى كان ضيع اللي يجي مسلا يمشي من هنا ام مسلا انا لسه احضر الغداء الليال لسه اصور فيديو حماله تاني يوم فما كنتش منتبه خالص للشقة برا كنت برواقها كده اي كلام مش هكذب عليكم امامي بس الدنيا تكون مترتبة عشان يعني في فترة كده جات انا نكنتش ملاحق على رايح واللي جاي يعني بس دايما يا رب ييجو كده ويجي ويجي ويروحوا في الخير ان شاء الله وارح لهم في كل خير بسو انا مش عارفة اجمعك بمتين والله العظيم مش قادرة من زوري خالص لا انا عايزاكوا تكتبوه لجدتة كده وولي اعمل ايه اللي عمالوش في حاجات سخنة وخدت اللي هو بتاع الزور ده مفيش فايدة الموضوع الشديد الموضوع الشديد يا ولاي المهمة بقى جبت الشرشوبة بتاعت الامر ديت شوية مية بشوية دي طول كده قلت يلا يا بيت يا فوفة مساح الارض كده وروائع عليها كده لحد من يعال دخل اديله بالجردل في وش اه احنا ونتعبش هما يدخلوا يقرفون يعني كلما كنتا تيجي عالم اقول لها اه روحي يا كندا عودي برا بدل ما احدفك بالجردل يا كندا تقول لي ليه كده يا مامو لا يا بيت كلام ما انت عارف همك بقى يا بيت كلام يا بيت يا كندا انت قلب يا بيت كندا دي مشكلة المهم لما اعت كده وخليت الدنيا زي الفل احلى حاجة ان انا قمت القمة ديت يعني ببقى مش مش عايزة بسلا اعمل شيء وشيء اعمله بطريقة تانية لا انا عايزة اشياء كلها تتمسح ورا بعض انا دماغيك قالتلي كده المهم بقى مسكت المكت كله نفضت برا على البيت تنفيضة محترمة وبعد كده جبت بقى عشان افريش اهو بطريقة بقى السراميك كله طبعا انا قصيته معيكو في المرة ما جينا نحطه هنا قصيته معيكو كله وزبطت على قدم ساحة القوضة فبصوا كايتم كل السراميك بقى مينة مدف القوضة جدا دي احلى حاجة بس هنا بحطه تحت طرف البتاع دوت اسمه ايه السرير علشان ما يتحركش مني حبيب قلبي كان جي بقى فوحشني كم من الصبح مش موجود ولا ما يحرمنيش منه ولا يحرمكو من عيالكو يا رب فدخل بقى لاني بخلص قال لي هنزل اجيب حاجة على السرق واتولي قطل له على اصل كده كده اعتبرني خلصت يعني قلت بقى ايه نام شوية بالمسلا ما خلص الغداء وارجع بقى او امه كده رب انا هيحفظ عيالكو يا رب ويحفظ عيالنا وهو جاي بقول له انا مش عايزك تيجي قدام القامرة والنسة تفتكرني كبيرت يا والا يا والا ده اخويا يا جماعة عام ده مش ابني ده اخويا انا صغيرة على كده متوزروش انا بس رجلي اللي شايلاني شوية مش عارف يا ولد انا هفضل صغر نفس الامتة كده انا مش عارف من صغر نانا صح ولا اقولولي انت صغر نانا يا وفي ايه واقولولي عشان مزعلش انا شايفاك اهو كتابي اقولي انت صغر نانا يا وفي النسة طولت تجل انت ولا ايه سكوتوا بقى ايه وانا مبانتي اجي الفيديو افتكرت المتابعة اللي كتبت لي ايه استنا ما نجي عالسريت تاني هادحكوا دلوقتي هوركوا السريت تاني في ايه عم دي المروحة وكده بصوة انا قلت ايه حط الدفايات العسولة ديت بحب برضو شكل الدفايات دي في فرش معين كده بحبه يعني انا بحب يعني دفايات بحب ملايات معينة عندي انا بحب حاجة عمتا والله الحمد لله طبعا الحاجات بسيطة اه مش اللي هي الواو قوي بس ايه الحمد لله والله انا في النظري حاجات جندا بصت بقى هنا بصت يشوف ابو الزاد عامل ايه طبعا قبل كده كتبت لي بتقول ايه وفايا انا عايز اعرف زرار الاسم ايه المروحة معبوك كده ايه لا والله مالوش علاقة بزرار المروحة خالص بصت يا عايبتي المروحة انا افتكرتك وعدت اضحك وانا مامنتج الفيديو كل ده من ابو الزاد نعمل ايه فعب كرينه طيب زرار المروحة بقى يعلق فرح هو جاب لنا زرار لوحده اللي هو لا صفر ده فحطه كده زي ايه زرار الابشورة كده من جنب فعدت اقول له ايه القلو اللي انت عملهوله ده انا عايز اعرف ده لما المتابعين خدوا بقى لو ما يعودوا الطريقة علي ودي حصلوا فيقول لي يقول لهم انا جوزي بيقعد عبكر كده ويبتكر ويخترع وهو قاعد فانا جوزي لو سبته هيعمل حيات غريبة في الشق عشان تبقى عارفين من جوزها كده والله يعني هو ما بيعودش كتير يوم ما بيقعد بيقعد يخترع حاجات يركب هنا مش عارفة فيش ايه يعمل هنا زرار ايه هو غاول حاجات دي فبعود اقول يا ولاد خلاص يطلع ايه يطلع افكاره وحبش تكناته في شاقته للاقيه دخل على الجراهة ما كنتش انا استحمله من يستحمله فقال لي بصي الزرار اللي انت بتتريع عليه ده عشان يرحم الزرار بتاع علبة المروحة لعيال خلوه فوت تفهميني اللي قال خلوه فوت فبقى يعمل ده ان تتفتح على اول حاجة وتتقفل تاني بس يعني فدي كانت فكرة واختراعات ابو زياد يعني فقال لي الله ينور عليك يا بو زياد انا ما بقولش حاجة يعني ستتفهمني غلط قالتش يا جماعة انتم مش قاعدين معانا اللي قاعدة معي الجبني سيد الاخلي فقال لي قلت يا لب ترد انا اقول لها محوه هيقضوا يطلعه علي فقى دي حاصل وايه ما كانتش بتطلعه علي والله هيكون لها زوء بتصدر معاي عادي بتقول لي ايه وفاق القلو ولا مش عارف ايه الزرار طالعه معه جقلت لي حاجة كده ضحكيتني يعني سعيدة فالنهاردة لما انتج الفيديو لمحته عدت اضحك وفتكرتها فقالت الادبا انا اشرح لكم الموقف الشي ينفع الموضوع يتسكت علي اكتر من كده يعني مهم يعني عايز اقول لكم ان انا اكلت القوضة دي اتاكل خليتها زي الفل والنفسوية كده عندي ارتحت شوية الحمد لله قبل بقيت الشقة يعني بس ما كانش يعني ينفع ان انا اطلع على الشقة بالمرة بس القوضة خليتها امر 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 تحسوا كده ايه براحة نفسية يا جميع النظفة حلوة قوي هنا بقى دخلت ايه انشور شوية الغسيل وما تروحش بعيد لسه نعمل غدا ما تهزريش خدش نعمل غدا مع بعض وكده اه فقلت ايه اخلص القوضة دي عشان لسه هعمل غدا بس ما كنت شايلة اهم الغدا يعني ما خدش مني حاجة خالص الحمد لله اهم حاجة في ده كله كل رصالة اقطاعي شغلك ده وقطاعي اللي انت بتعملي ده وقومي توضي وصلي يعني يا جماعة تسمعوش الازان وتقولي ايه لا شوية شوية ديت يعني الوقت هيروح منك حرام انا بعمل كده اقول مش مهم يعني انا ساعة اقول ايه ده الفيديو هتأخر فيه والله والله يلاقي ربنا بارك والله العظيم في الوقت الحمد لله نوص بقى كان عندي هدوم كتير انا انتوا عارفين الشتاء داخل ومش بنلاحق يعني اسكتوا مش علاقنا استطارة بصوا انعورت ازاي بعد ما تغسلت بقت فلة فلة اخيرة كنا منزلينها اكانت ما اعلم بها اللي ربنا كانت لما تراب الدنيا والاخرى بصوا بقى كان عندي الارنبيطة دي بقالها يا بقالها دي ايه والله ده بقالها كتير قوي نساعت ما نزلت لكم الفيديو اللي هو كنت جايبة المشترات في السوق كمان الفيديو نزل بعدها بيومين كمان يعني ارنبيطة بنت حلال بجد 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 بنت حلال الله عليها قلت دي دبلت ان انا اشوفها تلاقي فيها حاجة زي ولكن يعني قعدت عندي كم يوم حتى بصوا الخضرة الخضرة حزمة كانت سليمة وحزمة هي اللي دبلت شوي فبصوا دي طلعت زي الفل الحزمة دي وطلعتش منها اي حاجة دي بقى اللي يعتبر معظم الورق اللي فيها دبل فقلت خلاص اعطع اللي فوق ده واخد الكام ورق الكويس ديم واحطهم على ولاد اختهم التانيين دول ونبقى كده عيلا بمحترمة كده قلت بقى اعمل لهم ارنبيط في اليوم ده وخلاص على كده انا كل يوم فرخ ولحمة هنجيب من ايه نحن هنجيب من ايه عزار الشيح مش عارفة بزعق ليه مش عارفة يا جماعة بفتكر اني ولدي قدامي وبعد زعق قلت له من النهاردة كارنبيط يعني بقى اللي كتير اوي ما دوقناهوش اصلا احب القرنبيط اوي اول ما يطلع صخر يعني امي كانت تعمله اعود جنبها بالعيش الصابح وقول لها ديني في سنكا وشتيت قلت لما اعمله افتكر طريقتها وكده يعني المهم هنا بسكت الارنبيط اهو قلت هي الحلة دي هتاخده يعني هتاخده ده الصهد الواحده كده هو بيسلق الارنبيط عن متى انا طبعا شطفتها وشطفت الخضرة ديت نصلتهم غسلة كده محترمة وانا ما بحيبش اقطع الارنبيط غير لما يستوي هتقول ليه ما انت قطعتها هو يفق لا انا بقطع بست كم قطعة كده اني يدخل في الحلة ويستوي حل لكن التقطيع النهائي اه بعد السليق انا طبعا غطيته كده بالمية وحطيت كمون حطيت كمون في المية واسبه بقى يتسليق مع نفسه هنا قلت احضر الارنبيط بقى الخلطة بتاعته عما تانيعي خدت يعني مش اعرف اقل من نصف كيلو دي ما خدتش كتير والله اهو نجيب المية بقى كده نخفف بقى دي طبعا الارنبيط ليه كذا طريق انا بقى هي دي الطريقة اللي انا بعمله بيها على طول بصو حاطيت شوية النشا دول هتقوليلي النشا ليه وفاعة دي النشا بتخلي كده الارنبيط مقرمش بتخليه دهب معاك زي كده من ضمن السمك يعي هنا كنت دخلت عليها بتقوليها هتعملي عاجينة يا ماما بتفتجيني يعني هعمل قرص او ارائيش قطلها لأ يا حبيبتي عشان بتحب تاخد حتة تعد تلعب بيها بيفرحوا همه اوي بالكلام ده هنا بقى ايه انا خففت كده الديق والنشا بالمية وهنا حطيت اتنين من البيض عايز تحطي انت اكتر عادي بس انا قلت هما اتنين من البيض حلوين اوي حلوي اهو الارنبيطة مش كبيرة صغيرة حاست ان هيه عايزة تخف بالمية شوية خففتها ممكن تشتغل بالمضرب اليدوي يعني بس انا لقيتها ايه مش بستهل اهو بس انا بحبي بقى ايه يكون السمك بتاعها كده حطيت اه حطيت ايه كمون وحطيت فلفل اسود وبهرات وملح البهرات مش بكتر يعني سنة بسيطة اول هنا حطيت معلقة طوم مفروم ومكترتش المفروض انا كنت حطيت حبيت الطوم دول كله والارنبيط بيحب الطوم بس انا عشان بتعب من الطوم وكده انت عارفين بقى وحيقتها كده من الملح وهنا بسكة الخضرة هتطحها عليها اهو المفروض كنت حطيت تلات حزم خضرة بس هما دول اللي كانوا عندي فقلت ان شاء الله هيقضوا الغرض اسمي الله وانت جاية تعملي حاجتك كده بالذات الاكل اسمي الله يعني هتلاقي ربنا بارك في الحاجة كده والدنيا تلامت معاك على خير كلامكم جده والله ما بهزر في واحدة بالكده كتبتلي اللي هو فاني سمي الاكل واحنا بنعمل الاكل احنا بنسمي واحنا جايين نجل حبيتك احنا بنسمي على اي حاجة يعني مفروض كبايت الميا نسمي حتى عليها عادي هي التسمية حلوة يعني حاجة كويسة انتوا عارفين من يقولك ايه لما تشكي في حد مثلا حتى لو عاملك عمل في حاجة وبيديك تاكلة وتشربه مني مجرد ما تسمي اللي هو انت جاي بتشربي الحاجة دي تفسد الله هو اعلم صح ولا لا بس يعني هو كلمة يعني باسم الله ديت تكفي تكفي حاجة كويسة جده انا بقى لما بسمي وانا بعمل الاكل كده يا جماعة بحس ربنا بيبارك في الاكل والله العظيم زي بنقول لكم كده يا التسمية ديت في كل حاجة انشفت طفل امور تقولي بسم الله الرحمن الرحيم غير طبعا ما احنا بنقول كمان ما شاء الله اللي على اللي صنع على طول لا تسمي برضو اللي عادي يعني شفت وفاة تسمي الله وبعد كده تقولي هنصرفي هنصرف على طول بس هقولك حط اللاي حط اللايك عشانا نصرف بصوا بقى الورنابيت هنا تسلق بصوا يعني انا مش بحب ان انا هري انا بحب شهر القلبية بحب القطعة كده بقطعتها لكن مسلوق حلو جدا جدا وتمام كده على طول كده حطيته في مصفة وسبت بقى يهدى شوية عشان اعرف ان انا قطعه اهو هنا بقى بصوا بحب قطعه حتات كده اهو فيه ناس بتشيل العنقود بتاعه ده خالص لأ انا بحب بس بكده فيه بيبقى ده طعمه عسل وفيه ناس بتهرسوا خالص زي الطعمية كده وتعملوا قرص عادي انا اخر شوية بعملهم بقى راسهم برضه انا عزكي تعملي كل نفسك فيه اوه يتضيق نفسك اهو هنا المهم هنا قطعت بقى الارنابيت كده اهو طبعا عزكوا بقى تدعو لي عشان انا ان شاء الله ان شاء الله النهاردة اه بالليل هحجز بالتليفون ورايحة كده خلاص الاستشارة للدكتور الناس اللي كانت بتسألني عملت ايه عند الدكتور كده تمت شهر زي ما انا قلتلكم وهروح لبقى اشوف هيقول لي ايه على موضوع الجرسونة المعدة وتقرحات الكولون ديت هشوف بقى هيقول لي ايه وزي ما تركوا فيه حاجة تاني كده تعباني ربنا يعديها بسته على خير فهحجز النهاردة بالتليفون وان شاء الله بكرة هروح ربنا يعديها على خير ان شاء الله هنا بقى ايه لبستك كلافزس كده عشان دخلين العمليات دخلين العمليات يا جماعة ايه واسع كده جاد عبيت شافوف عشان برضك تعمل لي حاجة غلق كده ولا كده يرفعه البصامات وراه وكي ما بقاش في بصامات ايه شغل العصابات ده الواحد من عادته قدام التليفزيون كتير والاكونش بتفرج على التليفزيون بس تولاد الايدل بقى يحمله كده مسلسلات بتنزل مسلسلات بنت لازيمة فبقيت خلاصا ندمج اليومين دول مع التليفزيون خلص اللي ورايا ونقعد نحط الفلاشة وافضل عادلية ادب كم ساعة الحلقة دي ورا الحلقة دي فافتكرت كده الموضوع البصامات بالكلافز ده مومي بقى ايه سخنت الزيت وراحت ايه حطيت الارنبيت كده اهو الصوت على يدهبي كده وجميل ما نقومش على جميل الحياة بتاعه كده مزبوط كل حاجة في حلوة كده عادي بقى قد يوم كده عادي عادي يومك يا عمر ايوا كده صفي حلو كده وبعد كده يعني انا بحطه في طبق تاني غير اللي انا ايه بطلع فيه دهوك مومي ايه وانا بعمله كده دخل علي نصف كيلو جبنة قديمة اوعى وشك قلت ايه الحلوة والجمال ده نصف كيلو جبنة قديمة قديمة على ابوها جميلة قوي 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 قلت بس هي جت في وقتها وكان عندي طبق كده فيه بطاط السبتينجان من امباري حطيته في الميكرويف سخنته وروحت حطه جنب الارنبيت والحمد لله ربنا يدمها نعمة ويحفظها يا رب من الزوال احنا في نعمة واحسن من غرنب كتير بس المهم قالت كده الارنبيت زي منتو شايفين بس دهبي في التصوير امر ازاي والله العظيم التصوير كمان ظلم شمين الريحة ياولاد انا بقى اللي بيفيد بحطه في علبة تلقوني بقى تاني يوم بحطي منه جنب الفطار عادي حد من العال جا عمله سنكوشت على السريع بل ماعمل اكل حلو في كده برضو يعني مش بقوله شيل نص الارنبي لا لا بعمل كله وعادي سخلي تاني يوم ضيعي باليوم يعني ده ورده ده ورده بس ديتني كمية حلوة استنى وريكو الجبنة القديمة بتاعت الامر اللي جات لديت قعدة يختلفة بيا ولا عليا لقيت نص كيلو مرة واحدة جال جالك منين يا وفاء مشاولوكم ده سر بس يا قديمة قديمة جميلة اهو ده عيبي بقى انا جبنا القديمة اشوفها والله لساعة واحدة بليلت لو اني عمل منا سنكوشتات ويكون مهمنيش بس كده ده كان يومنا كده البسيط النهاردة واقول لكم يا رب الفيديو يكون عجبكم وتنسوش اللايك والكومنت والاشتراك في القناة اللي لسه ما اشتركتوش وارلكم عالف سلامة واستنظر ان شاء الله فيديو جديد